ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ هقول لكم شوية معلومات وبعدها هقول رأيه ورأي ده لو تفتكروا مبارح هقولت لكم انا مش هقوله غير النهاردة غير النهاردة انا ما فهم اواشوف اخر حاجة وسنالها هقول لكم الاول شوية المعلومات تعالوا نشوف شوية المعلومات فيما يخص ما يحدث في مباراة السوبر وموضوع كهرباء وهيتم ايقاف كهرباء ولا لا وهيحصل ولا مش هيحصل هقول لكم التفاصيل مستشار عادل الشورباجي رئيس لجنة الاستيناف او التزلمات كان بيرفض عقد اي اجتماعات في الوقت الحالي وتحديدا قبل مباراة السوبر لوجود استقالات في اللجنة وعدم اعادة تشكيلها حتى الان يعني المستشار عادل الشورباجي الوحده في اللجنة حاليا كرئيس للجنة اتحاد الكورة تواصل مع المستشار عادل الشورباجي وطلب منه عقد اجتماع بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديم تزلمات اليوم على عقوبة او عقوبات لجنة الانضباط وده عشان المستشار عادل الشورباجي اللي هو اللجنة حاليا يتسلم تزلمات الاهلي اللي هي بخصوص كهرباء وبخصوص النادي الاهلي برضو والغرامات اللي عليه والزمالك اللي هي خاصة بعقوبة رئيس النادي وده خلال المهلة المحددة العشر تيام يعني الاجتماع ده عشان الراجل يتسلم التزلمات خد بالك انا كلام من دقيق جدا عشان سيادة المستشار الجليل يتسلم التزلمات تمام اللجنة اللي هي المستشار عادل الشورباجي يعني هتجتمع غدا انا يعني هي السيغة كده اللجنة هتجتمع هتجتمع امتى اللي هو الاتنين يعني اللي هو بعد ساعات يعني ان شاء الله لتسلم التزلمات فقط وبنسبة كبيرة لن يكون هناك اي بت او حسم للقرارات بنسبة كبيرة لن يكون هناك بت وحسم للقرارات الخاصة بكهرباء والخاصة برئيس نادي الزمالك تمام دي جزئية نكمل اللي بعد كده اللي بعد كده ان تزلم الزمالك غير قانوني من الناهاية اللائحية لانه مقدم من المدير التنفيذي للنادي الى لجنة التزلمات في الوقت الり لازم يتقدم بالتزلم هو رئيس نادي الزمالك المتضرر يعني هو اللي عليه العقوبة يعني مثلا في قصة كهرباء كهرباء هو اللي يمقدم التزلم يعني الاهل يمقدم تزلم باسم كهرباء ومقدم تزلم باسم نادي الاهل فيما يخص الغرامات فبالنسبة رئيس نادي الزمالك هو لازم هو اللي يقدم التظلم باسمه مش المدير هو مدير النادي هو اللي يقوم بهذا التظلم فلا أحيان ممكن يبقى فيه خلل انه ما يتقبلش